وفق مجلس الوزراء على حفظ إضافي لتوريد القمح من المزارعين للموسم الحالي ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه لقاوة وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي 2023 مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كما يسهم القرار في تخفيض الفترة الاستراضية